اشتركوا في القناة اهلا فيك وحياك كلا بين اهلك وناسك ولكويت ومصر واحد لكن احنا اليوم قبل ان نبتدي معاك في اسئلتنا عندنا تقرير نجهزين لك ونشوفه مع بعض ونرد ونكمل الاعلام المصرية رامي ردوان نجح في حجز مكان له وسط ساحة مليئة بالبرامج والوجوه الاعلامية فذلك تحدي يبدو صعبا على كثير من ابناء المهنة رامي نجح في السمرارية البقاء في المشهد بتجاوز لمراحل متلاحقة من اقصاء مذيعين واستبدالهم باخرين هو التحدي الاصعب لرامي على الاطلاق هذا الامر يحتاج الى مهارات وملكات وسمات شديدة الخصوصية في المشهد الاعلامي المصري على وجه الدقة لم يعد الظهور على الشاشة بوابة الشهرة والمنافسة والبقاء بقدر ما تحتاج الاستمرارية الى توازن اعلامي في علاقته وملامسته لنبض الشارع مع معدل ذكاء مرتفع وشجاعة استثنائية وهذا ما يميز ضيفنا اليوم الاعلامي رامي رضوان يحيى كلا معنا في عسي من بعد هذا التقرير المميز اكيد ضيفي ترك بصمة مهمة في مجال الاعلام حياة كلا معنا الاستاذ رامي رضوان نورت برنامج عسيف اهلا بيك وبشكركم على التقرير الجميل يا هلا فيك انا مستغربني انا ابدأني طول اللي انتوا قايبينه من غير دائني شكلها اشيلها قريب قبل وبعد دائما مميز في كل جميع المراحل اللي قدمت فيها من خلال هذه الشاشة الجميلة وطبعا ممكن المشاهدين اللي ما يعرفه ان رامي من مواليد الكويت فانا راح اقولك مغرب عليك الكويت لا طبعا يعني بحن لها دائما يعني صحيح اتولدت هنا بس يعني سفرت مع قصوتي بقى واحنا وانا عندي سنة فملحيتش اكون ذكرالات كتير بس بحق بس مسقط الرأس يبقى يعني بزبط اه فبحن لها دائما طبعا المهم انك جربت الاكل الكويتي جربت المتشبوس ولا لهم ده اكيد ده اكيد يعني دي تالت زيارة المرة دي فكل فرصة باجي بستمتع بالكويت وبأكلها وبنسها الجميل طبعا جميل اليوم ودنا ناخذك من محور الى اخر الامانة معارفين نبدي من وين نبدي نستفيد من وجودك اليوم معانا استاذنا العزيز والزميل الارامي اذا بغى نتكلم عن الاعلام الحديث البودكاست والسوشال ميديا بشكل عام هل فعلا كما نسمع سحب البساط امام الاعلام التقليدي لا اظن ذلك على الاطلاق ويمكن لو رجعنا بالتاريخ الى الوراء من بعد وجود الصحف ثم ظهور ما عرف بالاذعات الاهلية هنا بتكلم على مصر على سبيل المثال ثم من اذعات اهلية الى اذعات رسمية طرح السؤال احنا النهاردة بنسمع الاخبار مين لا هيقرأ الجرايط تاني صحيح بس الجرايط طورت من محتوى ففضلت مستمرة الى ان ظهرت تلفزيون فالناس مبهرب بيه جدا وبدوا يتساءلوا طب احنا بدلا ما كنا بنسمع وبنقرأ نحن بنشوف فاذا هذه الوسيلة الجديدة هتقتل الاذعات وتقتل الصحافة لكن استمرت ولم يحدث ذلك صحيح السؤال طرح ايضا مع ظهور السوشيال ميديا وتوحشها بقى بشكل كبير وبقت جزء رئيسي من حياتنا هل السوشيال ميديا هتلغي الاعلام التقليدي وده ما حصلش النهاردة البودكاست موجود وهو ممكن نقول بلغة السوشيال ميديا هو ترند هذا التوقيت لكن لا اظن على الاطلاق انه سواء البودكاست او وسائل الاعلام التي تصنف بانها الحديثة ممكن تلغي وسائل الاعلام التي تعرف بانها تقليدية الا اذا في حالة وحيدة ده ممكن يحصل ان لم يتم تطوير المحتوى الاعلام الذي يقدم من خلال وسائل اعلام التقليدية وخصوصا بانه لازم يبقى دايما من الجمهور المستهدة في شريحة الشباب صحيح لانهما اكثر المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي واللي جزء منهم اتعاوب بطبيعة الحال مع التكنولوجيا والمنصات الرقمية اللي موجودة اللي بقيت خلالهم يتفرجوا على اللي هم عايزينه صحيح في الوقت اللي هم عايزينه للمدة اللي عايزينها كل الحاجات دي كلها لازم نحطها في الاعتبار واحنا بنقدم محتوى من خلال سواء التلفزيون او الاذاعة او حتى في الصحف المقروعة جميل اجاب الله ابتدي سؤالي ممكن انك تخذ هذه التجربة ولا تشوفها صعب لا 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 زي ما بالضبط خذنا كلنا تجربة السوشيال ميديا وبقينا موجودين عليها تجربة البودكاست يمكن احب اخذها لكن انا قريد فيها شوية الحقيقة عشان اتعرف عليها اكتر واثناء رحلة تعرفي عليها بدأت اشوف النماذج الموجودة في المنطقة العربية ولقيت انه اساس البودكاست حينما ظهر في الولايات المتحدة الامريكية من اكتر من 20 سنة هو بيميل اكتر الى انها اذاعة تخصصية فعلى سبيل المثال لو كنت رائد اعمال وفي نفس الوقت بعمل كمذيعا فاذا هخصص البودكاست بتاعي للحديث عن ريادة الاعمال فقط فممكن نسميها محطة اذاعية للحديث عن مجال ريادة الاعمال فبالتالي اي حد انترستت في هذا المجال هيروح للشانل دي او البودكاست دي عشان طول الوقت هيبقى عايز يسمع عن هذا المجال وقد يكون منوأ لم ارى فيما اطلعت علي في الولايات المتحدة الامريكية لكن لقيت مصنف اما في ريادة الاعمال في عالم البزنس في عالم البنوك في عالم الاقتصاد البرصة الرياضة الفن السياسة وما الى ذلك لم ارى الصيغة اللي ممكن تبقى موجودة في بعض البرامج التلفزيوني مثلا انه برنامج تلفزيوني في كل شيء بيتحدث فيه القضايا السياسية والاجتماعية والفنية والدينية والرياضية وما الى ذلك لم ارى هذا النوع من البودكاست في الخارج لانه البودكاست في الاخر هو فكرته ان هي ليست مذيع بيستضيف ضيف ولكنه اثنين او اكثر يلتقوا معا في هذا البودكاست للحديث في طوبيك معين ويدور فيما بينهم الحوار فهي صيغة مختلفة عن صيغة الحوار التلفزيوني او الاجتماعي طبعا اكيد مختلف تماما لكن اليوم اذا بسئلك ما شاء الله نشوف على كثرة القنوات المصرية اليوم شلون الاعلامي يقدر يثبت نفسه مع هذا العدد الهائل ممكن نقول سواء في القنوات او في مجال الاعلام انا اعتقد وده نابع من تجربتي الشخصية انه كل انسان بيجتهد في مجال عمله ولكل مجتهد النصيب دايما لازم يركز في ما تعلمناه في دراسة الاعلام انه انا هطلع على الناس النهاردة ببرنامج في اسئلة كتيرة جدا لازم اجاوب عليها قبل ما اطلع على الشاشة واحد من جمهور المشتهد اتنين على اساس جمهور المشتهد في حدد هكلمه في ايه وازاي باي لغة هظهر ظهوري ليه هيبقى بشكل عامل ازاي يعني رامي رضوان في مساء دي امسي كنت بالبس لبس والوان انا رجل بحب اللبس يعني او بحب الالوان عمتا بحس انها بتدي بهجة لكن اول مرة طلعت على الجمهور وبدأت تتحدث فيه الامور السياسية والاقتصادية كنت ابلغ من العمر حينها حوالي 25 او 26 سنة فحطيت في دماغي عفوا مين جمهور المشتهدف في البرنامج اللي كنت بقدمه حين ذاك كنت عارف انه هو شريحة كبيرة في العمر اكتر من 55 سنة اذا وقتها حطيت في دماغي ان الجمهور هذا الجمهور اللي انا هستهدفه هينظر الى شاب عنده 25 سنة وهتساءل مين الشاب ده اللي هطلع يكلمني في السياسة وفي الاقتصاد وفي الشؤون الاجتماعية ايه خبراته ايه امكانياته فلسه هتعرف عليها لان دي كانت صيغة التوكشو كانت توكشو صباحي وقتها كانت صيغة لأول مرة بقدمها بعد ما كنت بقدم نوعيات اخرى فهنا قررت انه وانا شخصيتي بحب اهزر شوي فقولت لا في التوئيد ده لا مجل الهزار لازم ابقى جد جدا كنت دايما لبسي الوانه داكنة عشان الجمهور وهو بيتعرف علي لا ينفر لانه نسا معرفنيش انما لما بعد وقت لما الجمهور عرفني بدأت اعود مرة اخرى الى شخصيتي الطبيعية والبس الواني الطباقة خلاص هو عرف مين وامي رضوان بيحضر شغله ازاي بيكلم في ايه ازاي بيراجع شغله كويس بقدر الامكان حرصا مني على انه لما اقول للناس حاجة تبقى حاجة صحيح اذا هذا كان مدخل ومفتاح استخدمته بشكل ذكي لاستخطاب جمهورك في بداية الانطلاقة اذا بغيت اتكلم عن الاعلام المصري الاعلام المصري اعلام عريق وكيان يعني له خبراته وله مجالاته العديدة وايد بلدان في المنطقة تعلمهم من الاعلام المصري لكن اليوم اذا بغينا نحلل ونقيم الاعلام المصري السقف علو السقف في الاعلام المصري المواضيع المسموح فيها او مسموح بطرحة في الاعلام المصري هل هي مريحة لكم كمقدمين او نوعا ما مكبلة لعيادكم في بعض الاحيان شوف انا مش عايز اقول ان انا مكبلون بشكل او باخر لكن بطبيعة الحال في اي دولة في العالم كلما زادت مساحة الاستقرار كلما كانت مساحة الحرية اكبر انما النهاردة احنا في مصر شوف محطنا عامل ازاي بالظروف اللي موجودة مع الوضع الاقتصادي بتضع بعض مش عايز اقول شروط انما بعض الجايد لاينز اللي بتبقى موجودة نظرا لحسسية المواضيع انت تضعها لنفسك انا اضعها لنفسي بطبيعة الحال والمؤسسات الاعلامية تضعها لنفسها وهذا لا يعيب هذه المؤسسات طبعا كيف لانه هل يوجد مؤسسة اعلامية في العالم بلا ضوابط بلا جايد لاينز لا طبعا صقف الحرية فيها يعني مرتفع للغاية هذه حرافية العمل الاعلامي طبعا طبعا يعني هقول لحالك انا كنت في ندوة مؤخرا واحد الطلبة كان بيسأل انه هل تقدر في موضوع اي موضوع تطلع تتكلم فيه قلت له طيب ما بالك انه في وقت ما في موضوع انت منتظر ان انا كلمك فيه ولكن الموضوع ده انت منتظره مني وانا ممكن نطلع اقوله لك بس ممكن يصيب بلدي بضرر صح فادفعنا وانت التمن فتقول طب هو ليه رام يطلع عمل كده يبقى اذا الفلتر اللي موجود عندي لاعتبار انه قادر سلة مهمة الجمهورة عايز يعرفها بس قد يكون لها رد فعل سلبي على بلدي وعلى أولاد بلدي يبقى اذا في اللحظة دي بالرغم من بطبيعة عملنا الصحفي بنبحث دائما عن الصبق اللي انه في حسابات بتحسب للمصلحة العامة فما قدرش اقول انه ان احنا مكبلين فالصادر اقول انه هناك قدر كبير من التحديات على المشتوى الامني مع الاحداث التي تحدث في محيطنا على المستوى الاقتصادي فبالتالي بتزيد من حجم مش عايز اقول القيود انما الضوابط بشكل او باقر والمسؤولية بالطبع بالطبيعة الحالي جميل اليوم رامي احنا نشوفك قدمت في قنوات مختلفة ومشوار طويل في مجال الاعلام والبعض يقول انه رامي دائما يبحث عن الجرأة وعن قضايا مهمة وفضائح الناس ما مدى صحة هذا الكلام يعني مثلا انت عندك برامج وايد قوية الحمد لله وبنفس الوقت جريئة يعني ممكن الاعلامي يقدر يقدر يقدم هذا الشيء صح ممكن اه بس انا عمري ما بحثت عن الفضائح بالعكس انا بتجنب الفضائح لانه لا احب ابدا الخوض في سيرة اي اي ناس فمن يدعي ذلك عليه بالدليل صحيح انما قرأة في الطرح ممكن يعني مقصدهم انه ممكن انه يكون جريء جدا يعني شوفوا فيه ممكن الجانب هذا الجرأة الى المستوى التي اضع لها حد له علاقة بانه هذا البرنامج يدخل داخل البيوت المصرية وبعض البيوت العربية فاذا في حدود لمستوى الجرأة يعني ممكن نقول الشيء المسموحة جرامي يمكن مو حاجة غير مسموح اللي تقدر انت تقدم فيه ما اقدرش اقول كده كمان ما بتقدر بس انا دايما بحط في دماغي انه اللحظة اللي انا بطل فيها ومن يعني في اللحظة دي بطل على الجمهور من خلال الشاشة فيه رجل كبير بيتفرج فيه سيادة ممكن تكون بتفرج فيه طرف ممكن يتفرج ففيه مستوى من الجرأة يجب ان لا نتعدى لنصل الى ما يسكن طريقة راقية وايضا فيه فلسفة اليوم فيه بعض المقدمين يتقبلونهم الناس يعني انا فيه مقدم لما يطلع ويقول لي انت كمواطن عندك هذا الخطأ وهذا الملاحظة وكذا يتقبل بصد الرحم لكن فيه واحد ثاني ما تقبل منه صحيح ويمكن يقولون نفس الكلام اليوم رامي رضوان يتقبلون منه الشعب المصري كل خنقول ملاحظاته قد تكون الانتقادات الحادة بعض الاحيان لمصلحة عامة اكيد لكن يمكن غيره ما يتقبلون منه هذا الشيء اتمنى يكون يبقى تقبل بس غالي بالك لو ما اختلفت الاراء ده برة السلع يعني في بعض الاحيان في موضوع معاين وانا بتكلم ممكن اقول حاجة كوميدية دماء خفيف البعض قد يبتسم والبعض الاخر يقول ايه ده دمه تقيل جدا وفيها السعب تقولي كده انا ما بدايقش لانه دي وجهة نظر وانا هحترمها لكن الغالبية العظمى هي اللي تحدد لامانة يعني اعتقد اعتقد والله اعلم وانا لا احب ان اتحدث عن ذاتي لكن من الرسائل اللي بشوفها على مواقع التوصل الاجتماعي يمكن الكلمة المكررة انه ده دراج المحترم صحيح فاني يكفيل ان الناس وصل لهم ده واتمنى اكون عند حسن ظنهم دا ان شاء الله دائما عند حسن الظن لكن انا اليوم ايضا اذا بسئلك على مرهة سنوات طويلة اصعب موقف مر عليك على الهوى اكيد تعرضت الى مواقف كثيرة دي دي المضطرين رجع الشريف بقى له حوائطة منتشرة اصعب موقف لا اصعب موقف اللي ما ينسي اصعب موقف وده كان في المراحل البدائية كنت ساعتها في قناة او تي في وكنت احد المذعين اللي بيقدم البرنامج الصباح ففي احدى الحلقات وده كان برنامج هوا لايف فكان في الحلقة ضيفتين ونستقبل المدخلات التليفونية فكانت هناك مدخلة تليفونية لاحدى الضيفات الكريمات بداية المدخلة كانت فيها ابتسام ودحك ويعني مود لطيف جدا ثم حينما بدأ المتصل ان ينطق نطق بما لا يحضر اقباء ابدا فدي كانت بالنسبة لي اول مرة تعرض الموقف ده على الهوى فرد فعلي كان رد فعلي التلقائي اللي انا تلقائيا بيطلع مني لو في حد خرج منه وقاعدين مع اصدقائنا وحد خرج منه لفظ خارج وهناك بعض السيدات الفضلات اللي هو بكحه بصوت عالي عشان اغلوش على الكلام اول بعض يقول مثلا ما جاعد اسمع صوت انقطاعه لا بسان انا اول ما بدأت اسمع بداية اللفظ عرفت احنا راحين على مصيبة سودة فانتكحح بصوت عالي احاول اغلوش عليه ثم يعني كان له النصيب من بعض الكلمات المهذبة لكن فيها عتاب شديد اللهجة وخرجنا فاصل بقى عشان نحول طفل تتماسك من القضايا اللي تناولتها في يعني برأحد حلقاتك كانت هناك سيدة وحدث علي تنمر في موقف ما ويمكن في دورة ما وانت طرحت هذا الموضوع يمكن لقى صادة كبير ما عرضت في في لقاء تذكر هذه الحلقة يعني مش فاكر تفاصيلها الحقيقة بس انا دائما وابدا لا احب ان يعتدي اي شخص على شخص اخر سواء بلفظ جارح او خادش او يتنمر عليه او عليها لا منع ابدا انه اي انسان ينطقت حد تاني بس الصيغة بتفرق يعني ممكن تقولي مثلا رمي لبسك وحش جدا كلمة دايق يستفزك هذا وممكن ما يستفزليش انا كرامي بس ليلة الحمدلله يعني ليس غرورا ابدا لا يستفزك اذا شفت احد يتنمر على احد اخر امامك جدا جدا وخصوصا انه كان الشخص التاني لديه نقطة ضعف صحيح موقف جدا صعب فلازم لو هو ما دفعش عن نفسه لازم انا دافع اكيد بس انا دافع عنه صحيح بس عندنا هذه الامورة ايضا تعرضت للتنمر نشوفها مع بعض امورة جميلة فرنسس حبيبة قلبي بنتك الله يحفظها ويبدع عنها كل شر تعرضت الى التنمر لم تتعرض الى التنمر هو الوقع ببساطة شديدة انه كان حد من الفانس تقريبا نزل لها صورة وكان فيه تعليقات كتير جميلة جدا وكان فيه حد كتب تعليق دمه تقيل للأسف انه طبعتنا كلنا كبشر انه وحضراتكم بتابعوا صفحتكم هتلاقوا تعليقات جميلة جدا بس ايلي بينور التعليق اللي دمه تقيل صح بيلفت الانتباه نقع في خطأ شديد جدا اذا اعطاناها الانتباه وقمنا بالرد ليه بيشعر بذاته انا دايقت دكتور طالب عشان خد بالهم التعليق انا دايقت ريهام عشان بيردت علي فزمانها مستفزة جدا وبعدين الخطأ الاجبر انه لماذا نتجهل كل من اشاده ولا نرد عليهم بنشعر ساعات يمكن بالخجل لكن قلا نعطيهم قدر من الاهتمام يشعرهم بانه الله دول بيرد بس على اللي بيسيء ليهم فما حدث في هذه الوقع ببساطة شديدة ان حد شخص نفر يعني نسبته لا تتعدى الصفر من مليون في المية طبعا كتب تعليق سخيف انه ايدا دي مش شبه حد فيه حاجة كده فمين الاستفزة الاستفزاز شديد اكيد امي 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 فقررت انها ترد فانا حتى لما شفت ردها بعد كده قلت لها مكنتش تردي ففي احد الزمل الصحفيين يزلقت الموضوع وبدأ يتحدث عن انه كايلة وتعرضت الى التنمر فطبعا ده ما حصلش طبعا كايلة بنتك الله يحفظها واسمها جميل وين حد يا تنمر على الامر ده ومميزة صج امرين يعني ما شاء الله عليهم الله يحفظهم لك وعلى موضوع التنمر حتى ابنة الفنان عمر دياب ايضا تعرضت للتنمر يعني موضوع التنمر في مجال الاعلام والسوشال ميديا لن ينتهي خلنا نتوقف عند هذا الموضوع في موضوع التنمر في السوشال ميديا يعني نشوف لانه ممكن ما في رقابة لأي شخص ممكن يكتب اي تعليق قد يسيء الى بعض الاشخاص للأسف هل يتم معاقبتهم عندكم؟ وفقا للقانون ممكن يبقى فيه رد فعل لكن بطبيعة الحال ما بيحصلش ولا ارى انه الامر يستدعي ذلك لانه اولا بيبقى الانسان اللي بيشعر بنقص يبحث دائما عن اي نقص قد يراه في الاخرين ليصلت عليه الضوء فتعرفي انه هو شخص لديها علا ده رقم واحد رقم اتنين ان مهما حاولنا انه نمحي هذه الجريمة بشكل اباخر قد يكون مستحيل وخلينا اقولك انه الاسف حتى المصطلح ده بدأنا نسمعه كتير مصطلح التنمر وبعد حتى بيتساءل هو احنا ليه ما كناش بنسمع عنه زمان لا هو كان موجود بس مش بنفس القدر صحيح انما وليه ما كانش موجود بنفس القدر لانه اكم من متنمرين على مواقع التوصل الاجتماعي اذا وضعوا في مواجهة الاخر الذي يتنمروا ضده لن يتقرأوا ان يتنمروا طبعا هيخافوا انما للأسف السوشيال ميديا وجود الانسان وراء التليفون او كيبورد والاخرين لا يرونه اداله شعور بالقرأة ان يفعل ما يريد دائما القناع ترى يعطيك جرأة كبيرة وتسوي يمكن امور والتحسف انت نفسك عليها نعم فاحنا دائما نقول معالجة التنمر بالثقافة انا ننشر الثقافة الايجابية لبعض هذه الاشخاص لانه قد يمكن يتأثرون اما موضوع القانون ترى راح تتعب وانت تلحق معهم هتوقض على مين ولا مين ايه على قولتك اذا احنا مستمرين معك في حوارنا لكن راح نطلع فاصل وبعد الفاصل ابي اسمع منك رايك بالاعلاميين اللي يحاولون سرقة الاضواء طبعا بشكل خنقول اعلامي محمود نطلع فاصل واتجعلك ثاني اليوم مع تطور التكنولوجيا صارت العمليات وايد اسهل وابسط والتعامل مع المريض خلال عمليته وبعد عمليته شي جدا مهم الثقة هي اساس علاقتنا مع مرضاننا علشان شديد نهتم بكل التفاصيل اللي تريح المريض راحتكم وساعدتكم قايتنا فحنا تطاقة طبي واداري في مستشفى السير معاكم في مركب واحد وابحر برعايتنا قبل فاصل تكلمنا عن هل امر مستحق للمقدم او المذيع او الاعلامي ان يسرق الاضواء بشكل او باخر طبعا نشف الغلب بقى دكتور طالب بمعنى اي السرق من الاخر انه يجتهد ويحاول يصنع سكوب او انه يبدع في سيرات رسالته الاعلامية يحق لي لا بأس انما هل يحق لي انه هو يجتهد عشان ينجح اكتر في عمله انما في اطار الكمبيتشن المنافسة اذا كان ده هيعمله من منطلق انه يحاول يجسر الاخر فلا يا صح يعني فين شرف المنافسة صحيح اذا كان ده هيبقى على حساب انه هيقدم محتوى بلا قيمة يعني انا دايما بقول انه صناعة الترند سهل على فكرة صحيح يعني عايزين نعمل ترند تعالوا نتخاني مع بعض الوقت صح هتلاول حالة بتاعيكم بقى الترند صح سقدمنا ايه للمشاهد صحيح بقى صاحي واحنا بنصيغ رسالتنا الاعلامية للجمهور انه الكلمة اللي بنقولها دي ممكن تؤثر في الانسان بشكل كبير جدا فربنا يا رب يقدرنا دايما انه الكلمة اللي نؤثر بها نؤثر بشكل ايجابي صحيح فبالعكس في الصباق دائما حلو انه كل يعني اعلامي واعلامية حاول يصدقوا الاضواء بتميزهم بنجاحهم هذا المنافسة الشريفة بالضبط هذا المنافسة الشريفة اكيد طبعا راح ننتقل شوي موضوع مختلف تماما عن علاقة حب جميلة مع اهم نجوم في الوطن العربي وللامانة تركوا بصمة جميلة في قلوبنا رحمة الله عليهم وعسى الله يرحمهم الفنان القدير سمير غانم وايضا الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز رحمة الله عليهم ومثواهم الجنة شنو كانوا يعنونك لا حاجات بيرة جدا جدا يعني القدر اللي انا شفته من الحب والود والحنية مش بس في يعني كان الحمد لله ان كان ليه نصيب من ده انما لكل اللي حواليهم الحقيقة يعني حقيقة انا كنت بشوف ان هم ملايكة وما كنت اعلموا من خير بيعملوه اكتشفت اضعافه بعد رحيلهم ولذلك يعني ربنا يا رب ان شاء الله يجمعنا بيهم في الجنة مع رحيلهم وحب الناس انا بشوف ان دي نعمة كبيرة جدا من ربنا وعلامة من علامات رضا ربنا على العبد فبعد رحيلهما كمر رسائل التي لا تتوقف الى يومنا هذا من الجمهور ليه والدنيا والامي والحسن ده بيقول انه يعني يا رب يكون ربنا رضيا عليهم ميزان اعمالهم واشاءالله لأسى يرحمهم يغفر لهم يا رب خيشوف هذا الفيديو انه نرجع لك تعلي اهم حاجة في البرنامج ده التفاؤل والامل والمعلومة الدقيقة ودي اهم حاجة طب انا هتفلسف ليه واتكلم عالبرنامج وموزيع البرنامج موجود منورنا والله حبيب لا والله ده ده أنت منور كرسي ثمانية الصبح أنا مكنش حاضر أقول زي ما حضرتك قلت البرنامج ده قائم على الأمل والتفاؤل والمعلومة الدقيقة حبيب تذكر هذا اللقاء طبعا طبعا من خنقول المواقف الجميلة اللي جمعتك أمام الشاشة يمكن هذا أول موقف ده أول اللقاء لنا تلفزيوني ودي كانت أول حلقة للبرنامج مع انطلاقة القناة طبعا مع انطلاق القناة دي أمسي ودي كانت أول حلقات برنامج تمانية الصبح اللي بدأت وكنت مع دي أمسي فنتكونت طالة الأولى بوجود أستاذ سامير غانم ده كان شيء عظيم جدا جدا الحقيقة وخلي بالك كمان إحنا بنتكلم على أستاذ سامير غانم نجم المصرح صحيح فيعني حاجة كبيرة جدا جدا إنه ده برنامج برنامج أستاذ تمانية الصبح لن يكون موجود معنا في الفقر الصفحاتك إنشاء عظيم إحنا ممكن فيه أمور نعرفها من خلال مشاهدتنا لمسلسلات وأفلام ومسرحيات الفنان القدير أسل الله محمد سامير غانم لكن فيه أمور أكيد ما رح نعرفها إلا من خلالك نعم علاقتك كعائلة اليوم شنو كان يخفي هذا الرجل الطيب صاحب الأخلاق العالية اللي ما ترك أحد زعلان منه نهائيا والله هتصدقني لو قلت لك إنه أستاذ سامير غانم الذي تعرفونه من فنه هو بالضبط أستاذ سامير غانم في الحياة عادي إن شاء الله يعني الحس الفكاهي حاضر ما شاء الله الطيبة حاضرة ما شاء الله يعني هم الشخصين في بعض النجوم بحكم الشغل فأنت بتراه بشخصية ولكن فيه يعني مثلا كان هناك بعض بدون ذكر أسماء بس بعض الفنانين الكوميديين من الزمن الجميل زمن أبض ويسود تسمع من أسارهم أن يقولك لكان جد جدا في حياته ده كان يعني عنيف شوية في تربية أبنائه لا أستاذ سامير غانم ما كانش كده كان حنون وهو واضح عليه الحمية وطيب جدا ويرى الجميل في كل شيء ولم أراه أبدا يعني هتسأله عن شخص الناس كلها بتنتقده هيرى فيه شيء جميل وهيذكره ولن ينتقده لن يسيق لي يعني لم يذكر أي شخص في الحياة إلا بكل الخير شوف بقولك لدرجة أنه ممكن يكون فيه شخص الناس كلها بتنتقده فتقوله شوفت ده بيقوله على فلان بقولك أبو ستحلي بالك ده فيه كذا فمشاء الله ربنا كانوا تديله أنه بيرى الجميل في كل شيء أكيد أكيد وأيضا هنا سؤالنا كان أنا بنسألك عن الفنانة القديرة الله يرحمها دلال عبدالعزيز في آخر فترة طبعا انسحبت من مجال الفن وممكن أقدر أقولك هنا نوعا ما متى هنا يكون الفنان أو الإعلامي في فترة معينة يتم الانسحاب في هذا المجال نوعا ما نسحبتش لأ كانت بتحدت شوي لا لا كانت موجودة كانت موجودة لحد يعني فترة بس المرض طبعا خلاص بقى فيه مرض إنما لحد قبل المرحلة دي بالعكس كانوا بتصور يعني فلم تنسحب على الإطلاق كانت متواجدة لكن كانت مقلة ونفس قبل كانت أعمال أكثر وشيدي كانت تعمل بطبعات الحلقية فنان في مرحلة من حياته بيميل أكتر إلى الانتقاء صحيف أدواره بدل ما يبقى موجود بشكل يعني منتشر في أعمال كثيرة يعني فلا بالعكس لا كانت موجودة وماشاء الله كانت عاملة أدوار كثير جدا كانت معلمة مع الناس بشكل كبير ويمكن كان آخرها مجموعة من الأدوار اللي الجمهور كله كان بيقول إحنا حسيننا نفرج على أمنا يعني ده بسبب مدى قربها من الجمهور ماشاء الله يعني الله يرحمها ويغفر لها لأن الأمانة كان اللي ميزها فيها محبة وحنية وطيبة أنا اليوم صعب أقول لك منه كان الحنون أكثر ولا المحب أكثر بينها وبين زوجها ده سؤال صعب جدا إيه فأحس لأن الاتنين على كفة الميزان واحد ولو يعني قلتلكوا من هنا البكرة مدى حنيتهم وطبتهم لن فيهمها حقا والله للأمانة واضحين وواضح الشي على تربية بناتها لكن احنا الحين محضرين فيديو ما نشوفه مع بعض ونكمل الله بله مش عايزة أطول أكتر من كده عشان ما يبانش أن أنا متحيز أوي لمراتي يعني نجمة الكبيرة يا دونيا سامير غنم دونيا من ورانا يا دونيا برسي والله مش عارف أسألك في إيه بصراحة هديك فرصة ما حدش خدها قبل كده آه أسألي إنتي أسأل أنا أه تحبي تسألي في إيه آآ أسألك أنت النهاردة مبسوط بالآآ يعني أنت دايماً بتكون جوى الستوديو دلوقتي أنت كده عالرات كاربيت وفي يعني في جوه مختلف آآ بالزبط آآ طبعاً مبسوط وبصراحة مبسوط أنه المهرجان في دورته الأولى قوي جداً أيوه ومبسوط أنه كل النجوم حرسين عن أنهم يبقوا موجودين ما شاء الله ده طبعاً مهم يعني تحقيق أنقل بقى نفس السؤال لكي شايف دورة الأولى المهرجان القاهرة للدراما إزاي مبسوطة جداً عشان إحنا بقلنا كتير قوي ما عندناش مهرجان للدراما عندنا مهرجان السينما طبعاً عندنا كذا مهرجان سينما لكن مهرجانات الدراما بقلنا كتير ما عندناش مهرجان قوي يعني للدراما فمبسوط أن الدراما رجعت تاني بقى ليها مهرجان وكده ونهتم بلمسلسلات عشان أنا شايفة أن الفترة دي برضو المسلسلات بقت ما شاء الله عددها أكبر من إحنا دائما لما نسوي لقاءات مع زملائنا أو أصدقائنا يكون فيه تميز باللقاء فما بالك بالزوج مع زوجتها أشوفها مكسوفة وأنت جدي شوية لا بص يعني لو بتعمل لقاء مع أي حدا من أصدقائك بقى بفيه تميز لو هتعمل لقاء مع مراتك هيبقى فيه طوريطة لا وله لازم تاخد بالك أي سؤال تسوي أنا أعزونك أنا قبل منزل أروح أستعد للمهرجان والتصوير وهي كانت بتستعدها عشان هتروح للمهرجان فقلت لها أنا هبقى موجود هناك وهبقى عمل التغطية هل هتحب تطلع؟ لا بقى لاشا ما أحبش الظهور قلت لها خاص براحتك ما فيش مشكلة أنا بس بقول لك يعني فيعني اللقاء ده كان بمحض الصدفة ولم يكن مرتب لما وصلت شافت الستيج اللي أنا موجود عليها فقررت أنها تعد يتسلم وكان بعض طبعا الزملاء بقى من الفنانين موجودين وبعدين بعد ما خلصت لقاء فقلت لي أنا ممكن أعمل لقاء قلت لها السلام أنت تطور أهلا وسهلا بس فعني كان فعلا لقاء عفو وما كانش فيه أحيان بترتبه لو ما شاء الله عليك تسألها ولا فيه إن هي زوجتك يعني أنا اقتنعت إنما في علاقتها فعلا اليوم بس إلك الفنانة الجميلة والرقيقة والحنونة اللي دائما حتى على الشاشة هذا الشيء واضح اليوم كزوجة شكتر إيه هي مهتمة فيك في برامجك في اللوك في اختياراتك أي يا حبيبكي ملعاش في السياسة خالص والحاجات الاقتصادية فعني لما بتتفرج علي بتبقى بتكلمي على شكلك شعرك بخير بإيه الكلام ده كله إنما التفاصيل الكونتينت اللي بتكلم فيه يعني لما بعمل فقرات فنية بتقعد تتفرج ممكن فدي المساحة اللي فيها بقى بنعد ندردش إنما ما دون ذلك الأخبار والسياسة والاقتصاد والحاجات دي بالنسبة لها يعني شينيز يعني بشي تتفرج فيها خالص بس بنفس الوقت أنت تشوف أكيد أعمالها وإيه تشوف برامجك ما يكون في بيناتكم انتقادات طيب أنا في نفس الوقت بشوف أعمالها هل أجرؤ ألا أشاهد أعمالها حد في مكاني أجرؤ لا طبعا لا طبعا أتفرج وابقى لما فيه عمل هي هتبدأ تصوره بنساعد بنعد ندردش في تفاصيله بتأخذ رأي وكده ولما بتفرج أكيد طبعا بقول لها رأي صريح معها طبعا صريح معها صراحة المحب إنه دايما عايزة يتبقى متراجز بس عادة الرجالة يتحملوا الانتقاد من نسوانهم بس النسوان العكس لا ما يتحملون أولا إذا كان في عندك انتقاد تتحمل أهي آه لا بندردش فيه بس هو في المطلق النسوان لا تحملوا أي نقض ايه بالضبط زين اليوم ليش ما استغليت هذا الثنائي ما بينك وبين المدام في ظهور لبرنامج معين سواء كان البرنامج فني هي تقدر تقابل فنانين وأنت أيضا يعني مبعيد عن خنقول خنقول جملائك فنانين أكثرهم ويعني يتطلع بشي مميز يعني شوف ده لي أسباب كثيرة الحقيقة ده بتطلعون أولهم أنه دنيا ما بتحبش الظهور الإعلامي أو بتحبش الظهور هي بتحب دائما تفضل الناس بفنها وتقدم كتير جدا يعني عروض لها أنها تبقى مقدمة برامج فهي بتقول لا دي مش منطقتي مش عايزة تعاملها ده أحد الأسباب بس السبب الرئيسي لو بتسألني على ده من ساعة ما ارتبطت بدنيا في لحظة قراري بالارتباط كنت أعلم علم اليقين أن بعض الناس هيبقى عندها وجهة نظر أنه آه درامي بيرتبط بدنيا عشان الناس تعرفوا أكتر أو ده عايز يمثل أو طب هل ده حملوا برنامج مع بعض ولا لا أنا زي ما بدأت مصاري في مجال الإعلام بلا أي علاقات دون أن أعلم أي أحد وشأت طريقي بنفسي حتى من ساعة ارتباطي بدنيا أنا عمري ما قلت الحماتي أو الحماية أو لدنيا أو لإيمي أن أنا عايز أستضفهم لأن حبيت أن أنا أكثر عند اللي هيظن ذلك فكرة أنه رامي هيعتمد على عيلته عشان الناس تتفرج أكتر خلاص في اللحظات اللي كان فيها استضافات والله ما كانش مخترح مني يعني لقائي مع أستاذ سمير لما عرف أنه خلاص القناة هتبدأ والبرنامج بتاعي قال لي ولو تحب أطلع معاك فأول حلقة فمجرد أنه اقترح ده طبعا أنا مسكت فيها على طول يعني ده شيء يشرفني ويسعدني صحيح إنما مجاش الاختراح مني أنا عشان ما حبتش أبدا أنه الناس تحس أني بأقحم قصتي في عملي عشان أنجح بيهم أو أنجح من خلالهم ده شيء يشرفني أن أنا استضيف أي حد فيهم يعني وكذلك على فكرة بالمناسبة على السوشيال ميديا لا أظن اللي بيتباني على السوشيال ميديا بيشوف أن أنا باعتمد على قصتي بشكل كبير جدا وبنظهر معا كثيرا وما إلى ذلك فإمكان دي الأسباب اللي خلتني أبدا مجاش في دماغي فكرة أنه أعمل برنامج أنا ودنيا وممكن هذا الشيء اللي يميزك أتمنى اليوم أيضا إذا بسألك عن علاقتك مع الفنان حسن الرداد وزوج تهئيمي سمير غانم اليوم أهما في مجال الفن يعني ما طرحوا عليك إش رايك نسوي مثلا برنامج أو فكرة معينة لأن أهما قدموا برنامج مشترك بينهم مزبوط لا وحسن دلوقتي كمان ما شاء الله عنده برنامج على MBC يعني مكسر الدنيا لا ما جاتش والله فكرة أنه إحنا نعمل برنامج مع بعض يمكن قد تكون لنفس الأسباب أو يمكن ما جاتش فرصة أنه إحنا نعمل ده ومين عارف يعني ممكن نعمل ده في المستقبل الله أعلم بس شديء إذا أنت والتميته وعلى العشاء ولا على غدا ولا كده ما في سؤاله غير الإعلام والفن لا لا خالص بالعكس إحنا وإحنا عاديين مع بعض من نتكلمش في الإعلام خالص كلش ممكن نتكلم في الفن شوية طبعا بحكم الأغلبية يعني هو فيه إعلامي واحد وثلاث فنانين فتفتكنا نتكلم فيه في الأغلب نتكلم في الفن أو بقى نهزر مع بعض تمين تمين اليوم لأي مدى المحاور وليس المذيع اللي عنده برنامج وينتقي بعض الأفكار وبعض المواضيع ويطرحها قد تكون لأراءة مجال أو مدى لكن اليوم إحنا كمحاورين الآن معك لأي مدى أنا أستطيع أن أعبر على الرأي في قضية معينة هل فعل لازم أكون محايد ما أتكلم ولا أعبر على الرأي ولا أن الآن الإعلام تغير لي الحق أنني أنا اليوم أعبر على الرأي معين قد أختلف معاك برأي ويقولك هذا وجهة نظري لي الحق في ذلك طيب الكتاب يقولي كتاب الإعلام ABC أعلم أنه لا ما نقولش أراء هل يستطيع أي مننا كبشر أن نكون على الحياة التام ده شيء مستحيل لكن نستطيع في صياغة رسالتنا الإعلامية أنك بتطرحها بطريقة غير مباشرة صحيح لكن يجب أن نكون مهنيين بمعنى أنه لو هتكلم بلغة كرة القدم يعني والأندي المشهورة عندنا في مص الأهلي والزمالك أنا ميولي أهلوي إذا تميز الزمالك النهاردة في مباراته ضد فريق آخر لن أشيد به بالعكس هأشيد به إذا أدى الأهلي أداء سيء لن أنتقدوا لن أنتقدوا فالتوازن والمهنية تحتم علينا دائما أن نجتهد في هذا الطريق أن نكون مهنيين بأنه أنا ممكن أقولك الحقيقة كلها وممكن أقولك نصها عشان أوجهك دوري أن أنا أقولك الحقيقة كلها بس بطبيعة الحال وإحنا بنصيغي الحقيقة دي مشاعرك وأحاسيسك وتعبيراتك هتدي سجنلز كده للمشاهد فتعرف أنت مبسوط هنا ولا مش مبسوط أنت معا ولا ضد فهي هتوصل بشكل صحيح لكن هل دون بقى أن نطلع أقول للناس أبيض وسود ده حلوة وده وحش لا مش دون لأن مين قال إن أنا صح محنبشر برضو في الأخير طبعا أكيد فإنما دوري أن أنا أكتهد في أن أقدم له المعلومة الكاملة اللي تقدر تخليه هو يكون وجهة نظر صحيح صحيح طبعا رامي اليوم نشوف يعني الأغلبية في البرامج والقنوات المصر يتاخذ قضايا الطلاق بالأخص المشاهير مادة دسمة هل تشوف هذا الأمر حق مشروع يعني لازم يتكلمون فيها ولا تشوف الموضوع جدا عادي ليش حالهم حال أي شخص عادي يتم الانفصال بينه This is a very critical issue لأنه أنا هتداعي أن ما فيهاش صح وغلط رامي رضوان ما درسته إيه؟ دي حياة خاصة عمري ما هتكلم فيها يعني انفصلوا اتجوزوا عفرح لهم وبالك لهم انفصلوا هتمنى لهم الخير بس إنما مش هتكلم على تفاصيل واجيب حده ويشتم في حده عمري ما هعمل ده طب هل اللي بيعمل ده غلط ما أقدرش برضه أقول كده ليه؟ لأن إحنا السوشيال ميديا بقت مسيطرة على حياتنا بشكل أو بآخر وإحنا كإعلاميين هي جزء من شغلنا فبالتالي في بعض الإعلاميين بالنسبة لهم إنه أنا هتكلم على الطوبيك ده عشان تسترندنج على السوشيال ميديا فإذن الجمهورة عايز كده صحيح لكن أنا مدرجت الشخصية إنه طبعا دائما هألبي اللي الجمهورة عايزه بس مش كله طبعا من فترة أو تقريبا من يومين البرنامج جميل صاحبة السعادة أو صاحب السعادة للفنانة القديرة سعد يونس اللي أنا أحبها وموت فيها كانت مستضيفة الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز فسبحان الله ما كانوا يبونوا يتكلمون عن موضوع الطلاق فأول ما إيابت الموضوع انهارت يعني اليوم هذه المواضيع عش كثر حساسة في السوشيال ميديا وللأمانة اللقاء كامل بس أكثر مقطع اللي صار ترند ونسبة المشاهدة فيه مخيفة هذا الموضوع صحيح طيب تعالي بقى نشيل المقطع ده من المعادلة ومش موجود في الحلقة الناس كتتتفرج ولا كتتتفرج أكيد بس الحتة دي ليه هي الناس بتحب الحالة السبايسي فهو مستني وبعدين حالة الانفصالة اللي حصلت مش من بعيد قوي فالكل لما عرف بالظهور ياسمين مع مدام إسعاد بقى مستني يشوف هي هتتكلم عن حتة دي طب ولو اتكلمت هتقول ايه والفيديو هينزل وتلاقي بعض الصحفات لك شهد قبل الحاس في ياسمين عبدالزيز والحاجات دي كلها الناس بتحب السبايسيز دي بس في الآخر خلينا نفكر أو نبص كده بإيجل آي شوت النهاردة لما موقف زي ده وهي تتطرق له وتتحدث بشأنه ولو طلت على التعليقات مش يمكن التعليقات يبقى فيها حاجات سخيفة تبقى فيها خوض في الحياة الخاصة تبقى بوزة الموضوع اللي ممكن يكون هينصلح خصوصاً إن ما شاء الله يعني كلا هما ياسمين وأحمد كلامهم على بعض طيب جداً حتى ما بعد الانفصال فأقصد إنه دي حياة خاصة طبعاً بعض الناس وجهت نظرهم كإعلاميين بيقولك طالما أعلن من الفنانة الانفصال على السوشيال ميديا يبقى هو اللي ادكرت إن إحنا نقدر نتكلم في الموضوع ده عشان كده أنا ما أقول الموضوع ما أقدرش أقول فيه صح وغلط إنما هي وجهات نظر بس هو لازم يعلن هذا شي طبيعي يعني ليه؟ يعني إذا صار انفصال أكيد يعلم ما يعلن قصرته بضبط أكيد والإسراء مشكلة أنه اليوم ما فيه شي يتخبى يعني لا دكتور طالبة يعني يعلن قصرته أصدقائه ده شي طبيعي طبعاً إنما لما يكتب بوست على تيزبك يا جماعة أنا بأعلن إنه يعني فعلاً كأنا جاعد يعطيك محتوى يقولك تكلم فيه حاً أنت تدكرت للناس إنه هي بتكلم فيه صحيف فده مبرر بعض الزمل الإعلاميين إنه هم اللي أدوا الحق للناس إنهم يتكلموا فإحنا بالتالي خلاص الحق معنا إنه نتناول القضية عشان كده ما أقدرش أقول إنه فيها صح وغلق لأنه قد تكون وجهة نظرهم صحيحة إنما بشوف إنه هي بتختلف من وجهة نظر شخص للتاني في المحتوى اللي عايز يقدمه للجمهور طبعاً صحيح واللي اتضح لي أن أنت بعيد عن هذا المواضيع بالنسبة للطلاق طبعاً بنكمل معاك لكن عندنا فاصل ونواسل ونكمل معاك رامي اليوم دعم الزوت جداً مهم وأنت من يعني كنت من بعد مسرحية أنستونا كنت جداً حريص إنك تدعم دنيا برسالة عبر الإنستجرام مش بس في أنستونا والله كل عمل بحاول أشجعها فيه وليس مجملة ولا رياء ولا مين يشهد للعروسة إنما ما شاء الله دنيا بتكتهف شغلها بشكل كبير جداً بتحسن انتقاء عملها بتبزي المجهود خرافي يعني حتى دكتور خالد جلال مخرج المصرحية كان دائماً في ختام كل عرض بيقول إحنا حضرنا وعملنا بروفات إنما دنيا كانت بتعمل بروفات لوحدها وبتحضر شغلها لوحدها بتعمل شغل زيادة يعني فأقل شي طبعاً مع كل المجهود ده إن أنا يعني أو لها أحسنتي وأبداعتي والغريب للأمانة من بعض الردود اللي تستكثر عليك إنك أنت تمدح مراتك في عمل أنا معنا وأنا ما أعرف شلو المعادلة يعني يعني بصني ما بشوفش نقض لازع في القصة دي بس بشوف بعض الأمور بيهزر اللي هو طبعاً من يشهد للعروسة والحاجات هذه أنا مش من دماء خفيف لا بس تصدق رامي اليوم دعم الزوج دعم جداً مهم والكلمات الطيبة هذه تغرس محبة أكثر في العلاقة الزوجية ده حقيقة وأنا بشوف كمان إنها بتدينا موزق طيب للناس إنه لازم الزوج يدعم الزوجة والزوجة تدعم زوجها وكلهما يدعموا بعضهم البعض كده وربنا وفاهم في حياته وعندكم متابعين هشيء أيضاً ترى يأثر يعني فيها رسالة إيجابية لكن الدنيا كانت في آخر تصريح لها تقريباً في برنامج يمكن بودكاست اذكرت قالت إن رامي زوجي مثالي بالزيادة آه بدرجة مستفزة هي ما قلتش كده أنا بس مكمل لها بجملة مش مثالي بزيادة ولا حاجة لا يمكن يعني كلنا بنحاول نقدم الفرجن الكويس من نفسنا لكن طبع المثالية اللي بتقصده ده يمكن طبع بسبب برجي أنا برج العزراء وبرج العزراء للأسف من ضمن مميزاته سلاش عيوبه إنه بيحاول يعمل كل بيحاول يعمل كل حاجة كويس فهو بيعمل كل حاجة كويس بيبقى بتعب نفسه وبيتعب اللي حاوليه في بعض الأحيان بس هيكملت وقالت إنها بدأت تكسر في الحتة دي شوي صدقني سيد رامي لا برج العزراء ولا غيرها تربيتك وذدرتك الطيبة واخلاقياتك والقيم اللي أنت علبت نفسك عليها وتربيت عليها هي اللي خلتك بهذه الأخلاق وهذه المثالية لكن بتبقى من العوان مؤثرة اليوم إذا بغي نتكلم عن الإعلام الإعلام العربي بشكل عام وبعدين نحدد مثل إعلام في جمهورية مصر وين إحنا في عن الإعلام الغربي اللي قد ينافسنا ومرات يتكلم بنفس اللغة العربية ويبدأ يطرح بعض الأمور ويحاول أن يفسد خنقول ثقافتنا سواء العربية والإسلامية إحنا ويننا؟ هل إحنا على أرض صلبة وأقوية؟ جدا جدا إحنا على أرض صلبة وأقوية قد يكون الفارق الوحيد في الإمكانيات التكنولوجية قد يكون ده موجود بالفعل إنما في صناعة المحتوى إحنا أقوية جدا في نوعيات البرامج المختلفة إحنا أقوية جدا يمكن كان في من العوامل المؤثرة شوية اللي كان موجود سابقا ولكنهم كشفوا وانفضح لكثير من العامة كان في البعض بيظن أنه الإعلام في الغرب لا 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 ده محايد أكثر ومساعد الحرية هناك أكبر نعم يعني الفترة اللي عادنا بها دي كلها سواء الأحداث اللي بنتمنى تنتهي على خير قريبا يعني الأشقاءنا في فلسطين وغزة تحديدا اللي كشفت العوار اللي موجود فيه الإعلام الغربي ويؤدي إنه كان سكريبتد وفي كل إنتروفيو تلاقي الموزيع عملي ركز على دوي كوندامن حماس وسايب كل المواضيع الأهم للنقاش وما قبل ذلك أثناء الانتخابات الأمريكية وهنروح بعيد ليلة انتخابات الأمريكية جاية في نوفمبر الجاية وهنشوف الصراع الإعلامي اللي هيبقى موجود فكان بعض ساعات بيظن أن مساحة الحرية هناك موجودة مش موجودة في المنطقة العربية لا كل وسيلة إعلامية في العالم لها ضوابطها صحيح والضوابط دي بتحكم الرسالة اللي بتصاغ الضوابط دي اللي هي البعض بيطلق عليها أيضا أجندة القناة التلفزيونية فلا إحنا على أرض صلبة وأرض قوية ويزداد بريق إعلامنا العربي بثقة جمهورنا أكتر في ما نقدمه من محتوى والتخلص من عقدة الخواجة لأن عقدة الخواجة ترصخت في بعض الأجيال لفترة فبدأ اللسان يتعوج وتلاقي اللغة العربية بقت أضعف واللغة الإجليزية بقت بطلاقة وبيتابعوا الإعلام الغربي أكتر ويمكن برضو بحكم الأفلام الهوليوودية وشطرتهم في إنتاج هذه الأعمال بتبقى جاذبة مع المنصات اللي موجودة زي مش عايز أقول لاش ما تبقاش إعلانات بس يعني كلنا عارفين المنصات اللي موجودة للوقتي فهم أقوى إنتاجيا في المحتوى السينمائي ممكن نقول ده أقوى تكنولوجيا في المحتوى أو بيبقى سابقنا بخطوة في المحتوى الإعلامي لكن على مستوى الـ content ونوعية البرامج والانتشار لا إحنا على أرض صلبة جدا في المنطقة العربية بالفعل والله صراحة من بعد كلامك يعني ما شاء الله عليك تكلمت كل اللي انذكر لكن اليوم أنا ده مسئلك يعني من خلال خبرتك وانت في مجال الإعلام وبعض الزملاء دائما نشوف بعض الإعلاميين يعتمدون أنه ممكن على المعدين أنه هو يكتب الإعداد أوه بس مجرد يقدم وفيه لها بعض الإعلاميين وهو اللي يحضر وهو يكتب الإعداد وهو اللي يسوي الإنتاج وهو كل شيء عليه نعم التحضير الكامل اليوم تشوف من خلال هذا الجانب والجانب الثاني اش كثر مهم للإعلامي التحضير وليس الاعتماد على الإعداد فقط طيب النموزجين اللي قلت عليهم بيميلوا بالنسبة لي أكتر إلى الخطأ ما بقولش أنهم خطأ كامل إلى الخطأ ولا الخطر إلى الخطأ الخطأ يعني لا ده صح ولا ده صح فريق الكرة فريق الكرة 11 اللاعب موجودين داخل المستطيل الأخضر بيهي نفسه فريق آخر هل ينفع الفريق ده كله عشرة يعودوا على الأرض ولعيب يلعب لعيب جماعي ليه هو ليه في فريق عمل موجود في صناعة المحتوى الإعلامي لأن كل واحد عنده دوره صحيح لكن العبء الأكبر بيقع على مقدم البرامج أنه لازم دايما يبقى ملم بكل شيء يعني في برنامج اللي كنت بقدمه فريق العمل اللي موجود من الإعداد بيحضروا المحتوى أنا دايق جدا لو حد أقدم لي محتوى أنا مكنتش سابق محضره يبقى أنا لم أكن مطلع بالقدر الكافي إلى هذا الحد آه إلى هذا الحد لكن حتى في طريق التحضير للبرنامج إحنا قبل أن نلتقي في الستوديو ساعتين قبل البرنامج قبلهم على مدار اليوم كلنا بنشتغل كل في مكانه ودي أنا مدرسة مؤمن بيها جدا حتى لا تضغى وجهات النظر على البعض يعني وجهة نظر ما تضغش على وجهة نظرهم والعكس ثم حينما نلتقي نضع كل الأوراق كذا على الترابيزة ونرى ما هو الأهم إذا كنت مؤمن بأنه لا أنا اللي أنا حضرته هو الأهم فحد يقولي لا بس الموضوع ده مهم يعني نكون كلنا تي يقنعني هو فريق عمل طب نتكلم على النموزجين دول اللي حريك تفضلت بيهم لو كان مقدم البرنامج هيعتمد اعتماد كلي على فريق الأعداد فقط إذن هو تحول إلى باب غان صحيح ولن يكون ملما بما يتحدث بشأنه إنما لو هو محضر شغله هيبقى كل فريق الأعداد ما حضره مع بعض هيبقى موجود هنا صحيح خلاص؟ النموذج الآخر إنه الإعلامي هو اللي يعمل كل حاجة هينهك إلا إذا كان مثلا بيقدم حلقة أسبوعية فبيحضر على مدار الأسبوع دوبل شوية إنه مثلا أنا طول عمري بيقدم برامج هوا على مدار 16 سنة دلوقتي معنا برامج هوا وسنتين كنتم بشتاهم فيه مراسل يصعب جدا إن أنا أطلع كل يوم أبقى بحضر البرنامج لوحدي صحيح صعب صعب جدا طبعا يعني حتكون الحلقات ضعيفة جدا طبعا فهي عشان كده هو فريق عمل كل واحد ليه دوره إنما الدور ده كله في المستوى أو من ناحية الإعداد بيصب عند المذيع الذي يجب أن يكون ملم بكل كلمة هيتفوه بيها البرامج اللي فيها كشف حقائق تستمتع في العمل فيها لذيذة ليه لأن خلي بالك أنا بحب أنكش وجزء من تميولك تبع محقق يعني ساعات زوجتي بتقولي كده كان لازم تشتغل محقق شرطة ليه لأنه أنت بتطح يعني بتميل لده أنا جاش خسين بميل لده لأنك بتبحث عن الحقائق التي تود أن تقدمها للكمهور لا أرى عيبا في ذلك على الإطلاق إحنا دورنا كمحاورين إن إحنا نكتهد ونسأل ونسأل السؤال الصح ونكشف الحق طبيعة الإنسان ترى يحب أن يستكشف ونحقق ويتقصى الحقائق دحي دحي والطبيعة دي بتزداد وتشتد عندنا لأنك بتقعد تنكش وتحفر صحيح فده دورنا إن إحنا نعمل كده وهمت بقى اللي أنت بتحاوله إنه هو يطلع اللي يقدر طلعه بطريقة الصح والله لأمانة يا رامي ما في أجمل من الحقائق لكن للأسف في بعض البرامج بعض البرامج ما نقول كل البرامج في مصر تم إنه لا يقول لك هذه مو كلها حقائق طلعت وقلون لا تمثيل وانتهت في قضايا ومشاكل وانتشار في السوشال ميديا يعني اليوم مش كذر المصداقية مهمة تكون قريبة وسمعة الإعلامي للمشاهد شوفي لو بنتكلم بقى كنا كمان في البداية خالصة على الاختلاف اللي موجود في الإعلام وفي وجود السوشال ميديا the power of the traditional media mainstream media القوة اللي موجودة عند وسائل الإعلام التقليدية هي في الحقيقة والمصداقية التي تغيب عن مواقع التوصل الاجتماعي أكم من شائعات بنشوفها على مواقع التوصل الاجتماعي أنا كجمهور لما أشوف معلومة على السوشال ميديا النهاردة وعايز أتحقق منها هتحقق منين؟ هروح للبرنامج بالليل على التوكشو مثلا اللي أنا بثق فيه وشايف أنه فيه مصداقية صحيح لو فقط أنا كمقدم برامج الأج ده هفر إيه بقى عن السوشال ميديا جمهورها يجيلي ليه؟ صحيح فده الأج والpower اللي موجود اللي لازم أحافظ عليه أنا دائما أعطي مثال أقول المنتج اللي له ماركة معروفة عالمية يخاف على منتجاته صحيح يوم يومين طلع لك أي منتج حتى لو رخيصتها بتبيع وبعدين تسكر حتى لو تعطيها كفالة عشر سنوات ما تسفيد من هذا الكفالة صح أنا أتوقع القنوات التلفزيونية لها سمعتها وهي لها براند يعني كل في منطقتها فلازم يتحمل مسؤولية هذه السمعة ويقدم شيء مظبوط حقيقي مليون في المية مليون في المية وحتى الإعلامي يعني بعض الإعلاميين اللي يبحثوا عن الشهرة السريعة والترانز على حساب ما يقدمونه صحيح إزي كام إزي جو إنت تراندينج النهاردة أو إنت تراندينج النهاردة ومبسوطين بكرة الناس مش هتفتكي لكم إنما كل ما تكتهد في إنك تقدم للناس محتوى عليه إيما صدقني هتعيش في ذهن الناس حتى لو اختفيت هتبقى سايب ذكرى طيبة ويكفي إنك تبقى يعني اسمك تبقى فخور به قدام ولادك صحيح صحيح خلنشوف شي راح نقدم الحين على الهوى وشوف داب يقدم محتوى إبراهيم فايا إبراهيم فايا طبعا من نجوم الإعلامي الرياضي من أكتر المزعين المتميزين جدا ماشاء الله الموضوع النظارة بدون عدسات أبا لا أهو ما اللي يكلم بس هو يكلم فيها بكذا أهو ما يعني مقتنعش بشكله من غير نظارة ففضل لبيسها من غير عدسات ترى صجة في مرات النظارة تصير اكسسوار تجمل يعني الوش يعني بشكل أوي مظبوط مظبوط عندنا صورة ثانية هاني حتحوت نتو كابين كل الناس المحترمين الجمال انت حبيبي بردو هاني اليوم مثل هذه العلاقات أضيف لكم أكيد طبعا تبادل تبادل الخبرات في كل المجالات انت بتقابل بعض الناس اللي مش عايزة لك الخير صحيح وهنتكلم عن مجالات ليه في الحياة بتتقابل ناس ساعات بتبقى غيران منك ما بيحبكش عايز يوقعك فمعرفة الناس كنوز فلما بتلاقي ناس ولاد أصول ومحترمين دول بيبقوا كنوز في الحياة مثل هشام شوما حبيبي قلبي انتو كابين كل الحبايب طبعا ده من أكتر الناس المحترمة الحقيقة هشام وهاني وانتو كابين كل الناس المحترمة حقيقة تؤمن بالصداقات هذه الجميلة نعم تؤمن بهذه الصداقات الجميلة في الوسط الإعلام والفن جدا طبعا يعني كلما الإنسان يلاقي شخص ابن أصول ومتربي ومحترم ده يمسك فيه بأدو وثنان صح يعني الصحب الجدع ده كنز فما يتسابش طب صحيح فيه أنا سؤال ودي أسألك يا وأبي جوابك بكل صراحة انت قدمت قضايا وتحب القضايا جدا المهمة وآراء مختلفة وكل شي فيه قضية لين حين ودك تقولها أو تطرحها في برنامج ولين حين مو قادر انت تقدم في بعض الأحيان بنتعرض له ما تقدر انك فيه موضوع عايزة تكلمي فيه ومش قادرة تكلمي فيه وممكن تكوني مش قادرة عشان ما ينفعش دلوقتي وممكن تكوني مش قادرة علشان قد طرح الموضوع ده قد يكون ضرر أكثر من نفعه وممكن يكون عشان غايد لاينز المؤسسة اللي بتعملي فيها بتعملي فيها بتطرر انه ده هذا الموضوع ليس للطرحة الآن صحيح حتى نتذكر في هذا الموضوع أيام كورونا كنا نطلع هوا كل يوم تغريبا في بعض الملاحظات كانت تصر على المؤسسات الحكومية ما كنا نتكلم عنها بانتقاد نهائيا كنا ناخذ الجانب الإيجابي لأن اليوم احنا فيه مأزق وفيه محنة وفيه مشكلة يعني وفيه جائحة صحيحة المفترض انه نوقف وندعم كل هذه المؤسسات وفعلا نجحنا في هذا الموضوع كل الإعلام سواء الحكومي أو الخاص لين ما خلصنا هذه الجائحة بعدين يا دورنا نتكلم على بعض الملاحظات وبعض الانتقادات لازم الإعلام يختار وينتقي متى ينتقد ومتى يشد من أزرنا التوئيد ما فيه شك بيفرق ادي لك برضو نموذك وانت ذكرت يعني نموذك طيب جدا فترة كورونا انه كان في بعض الأحيان بيبقى في لهم من الجمهور على انه انتوا ما بتقولوش أرقام الوفيات الحائية بالرغم من ان احنا بنقول اللي موجود في البيانات الرسمية قد ترى المؤسسة الصحية انه لا نريد الافصاح عن حجم اكبر حتى لا نصيب الناس بهلعة فاذا فيه بعد انساني في الموضوع فيه بعض الأمور اللي بتتحكم فيه أمور زي دي انما في الاخر انا دوري كأعلامي انه هلتزم بالبيانات الرسمية في ناس ساعد تقولك ايه لا سيبك بالبيان الرسمي المعلومة الحقيقة كذا طبعا نصدق المعلومة اللي موجودة على السوشال ميديا من ايه ايه مصدرها انما انا كراجل بقدم برنامج ما اقدرش اخرج بره اطوار له هكلم عن شيء ليه مؤسسة رسمية فاذا علي الالتزام لو فيه ابعاد لا يفقهونها يعني صحيح ودائما في الفترة الاخيرة فعلا اي اخبار كانت تنتشر عن طريق السوشال ميديا يعني ما فيه احد يسمع لها الا من المصادر اللي ايه هي الرسمية او من القناة الرسمية اليوم قابل الله اختم معاك واخذ منك رسالتك الاخيرة اليوم اذا بنتك الاميرة الجميلة وتتتجه في مجال الاعلام او التمثيل راح توافق ولا لا هي ما فيهاش او مبدائيا يعني ليه لانها راحت للتمثيل راحت خلاص هتتتفرج على ماباها وبيقول حاجات دمها تقيل بتتفرج على فن بتنبسط فلا مش هرفض طبعا بس يعني فيه ضابط يعني هي ظهرت مرة مع مامتها في مسلسل جالسة اليمة في مشهد وما فيش مانع انها ممكن تظهر مرة تانية مع مامتها بس مش هتبدأ تحترف دادلوقع يعني احجي حد مثلا مخرن بيقولي احنا عايزين كايلة في دور لا ما اعتقدش ان انا هاقبل دلوقتي مصارها التعليمي يكمل صحيح ولها حرية بقى والشهرة في هذا العمر يعني مخيفة ده حقيقي بس اعايز اقولك احنا بقيت المعاناة عندنا كلنا كاولياء امور بغض النظر عن اي نوع من الشهرة ما انت فيه شهرة على السوشيال ميديا دلوقتي وفولويرز كتير وتيك توك والحاجات دي كلها فاتسافاري بك تشالنج يعني للتربية في الوقت الحالي دائما المؤتمرات بعد ما تنتهي ينتظرون توصيات هذا المؤتمر اليوم الاعلامي مثل رامي بعد هذه الخبرة وهذه خنجول الاحتكاك والمواقف اللي مريت فيها وتقديمك لي برامج عديدة شل اليوم التوصيات اللي تقدر تطلع فيها للمجتمع العربي ماذا يقول رامي لهم يعني في ظل ما نراه من بيحصل على السوشيال ميديا هتبقى توصيتي انه ارجو من كل مشتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ان يحرصوا على دفع الترانز في اتجاه ما له قيمة لانه اكم من ترانز تحصل على اشياء تودي في داهي تودي في داهي يا حقيقي وبعضها اذا نقلته في برنامجك التلفزيوني سطر الناس تلومك على انه ازاي بتنقل الموضوع ده طب يا جماعة ما انتوا عملتوا كده انتوا اللي عملتوا كده كجمهور على السوشيال ميديا صحيح صحيح انه جمهور السوشيال ميديا ممكن يختلف عن جمهور التلفزيون شوية انما يعني ما اتمنى حقيقي انه دائما وابدا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كل من يروا في ما يقدموا في اي مجال بذرة نجاح انه يسقوها ميا ويدعمونها عشان بذرة النجاح دي تكبر وتنبت وانا بفخرين بيها صحيح وكل ما يرون انه بذرة فاسدة لا تشاهدونه ولا تعطونه قيمة حتى لا تكبر هذه البذرة الفاسدة وتنتشر داخل المجتمع فدي يعني توسيطي كل الشكر لوجودك معنا واليوم استمتعنا معاك في هذا الحوار وهذه الأخبار سواء كانت القديمة ولا اليديدة استمتعنا معاك ساذ رامي رضوان وكل الشكر لوجودك معنا في دولة الكويت الحبيبة ودائما نبي نشوفك في زيارات لكن مع دنيا وبنتك الصغيرة ان شاء الله بإذن الله أنا لاتشرفت بقودي معاك وبشكرك رهيان بشكرك شكرا كل التوفيق والتمييز دائما وان شاء الله نشوفك منها إلى الأعلى دائما يا ربي مشاهديننا مستمرين معاكم معنا فقرة شار خلكم معنا ولا تبعدون اشتركوا في القناة